لأن روسيا وإيران تدعمه الاتحاد الأوروبي يرفض طلب النمسا أعادة العلاقات مع الأسد وممكن عندي خبرين تاني برضو متعلقين بالخبر بنفس الخبر وزيرة الخارجية إيطاليا والنمسا يدعوان إلى استراتيجية أوروبية جديدة بشأن روسيا والخبر الثالث معايا وزير الداخلية النمساوي يدعم مبادرة الاستيناف التواصل مع رئيس النظام السوري موضوع سوريا ويمكن طرح على الساحة السياسية النمساوية من قبل وزير الخارجية شالنبرغ وبدأت معاها بعض الدول كإيطاليا، لوكسنبورج، كرواتيا نعم أنه يدعموا هذا القرار أن يكون هناك تواصل مع النظام السياسي في سوريا لعملية تنظيم أو ممكن نقول يعني إتاحة أعادة اللاجئين لسوريا مرة أخرى لكن كان هناك اعتراض من ألمانيا ألمانيا اعترضت على القرار بعد وزير الخارجية، وزير الداخلية هنا في النمسا يرحب بمبادرة رئيس أو وزير الخارجية وإن كان هناك من المنصق العام أو المبعوث الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يمكن عنده تحفظ على نظام السياسي في سوريا بحجة أن سوريا لها علاقات وصيقة مع روسيا وإيران ترأت حضرتك للأخبار دول وتأثرهم على المجتمع النمساوي بشكل خاص وعلى المستوى الأوروبي بشكل عام تحياتي أستاذ مدوح، تحياتي لزميع السادة ومشاهدين ومتابعين الأكارم على النمسا ميديا صراحة أستاذ مدوح كان هذا الأسبوع التراجيدي جدا ورومانسي جدا يمكن خلينا نقول بشكل اللي قامت فيه النمسا من خلال محاولتها يعني إعادة التعامل مع نظام الإرهاب في دمشق أنا وهو النظام السوري إضافة لإيطاليا، كرواتيا، بعض دول الاتحاد الأوروبية التي ليس لها وزن سياسي حقيقي يعني طبعا باستثناء إيطاليا والنمسا فكان الرد من السيد يعني جوزيف بورل الشخصية البارزة بالاتحاد الأوروبي واللي هو يعني الموثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي قال أن هذا الشيء غير مجدي لأن النظام السوري ما زال يتعامل مع نظام الإرهاب في موسكو ونظام الإرهاب في طهران فبالتالي هذا الاستعراض السياسي هذا الاستعراض الذي تحاول أن تقوم به النمسا يعني كما وأن النمسا اليوم صراحة وزير خارجية النمسا وداخليتها شانبرغ وكارنر يقومان في سرك بصراحة لمحاولة لفت نظر الجمهور إليهم على أنهم مضحكون على أنهم مؤسرون ولكن هذا ليس لا يتجاوز أكثر من حالة استعراضية تستدعي الضحك بصراحة يعني من هو الذي يريد التعامل مع نظام إجرامي إرهابي هجر عشر مليون سوري قتل ما يصل لتنين مليون شخص يوجد عنده ما يصل لمليون معتقل يعني الشعب السوري مشرت في الداخل في الخارج ما هو العقل الذي يريد إعادة التعامل مع النظام ندرك أن هناك أزمة لجوء ندرك أن هناك أزمة أمنية ندرك أن يوجد تزايد الأعداد ندرك أن يوجد تزايد الأعداد سميها ما شئت يا سيد الكريم ولكن أنت يا النمسا الدولة الديمقراطية المحترمة التي تحترى بحقوق الإنسان تريدين التعامل مع نظام الإرهاب في دمشق بصراحة شيء لا يدخل عقل فكان الحمد لله طبعا السيد الحكيم جوزيف بوريل والذي كان لديه أيضا مواقف منصفة في القضية الفلسطينية والحرب الإرهابية التي شنها إسرائيل على غزة إضافة لتنظيم حماس كان له موقف مشرف أيضا واليوم أتبعه بموقف مشرف آخر وقال أن هذا الشيء يعني بصراحة غير مجدي لأن النظام يتعامل مع طهران وروسيا وبالتالي هذا الكلام وهذا الاستعراض وهذا العرض الرخيص الذي قامت به النمسا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى انتهى ولم يتضحك عليه أحد ولم يفرح به أحد وانتهى العرض هذا ونتظر العرض الآخر طب أعتقدك مش ممكن تكون الدول دي تاخد قرارات أحادية بغض النظر عن موقف الاتحاد الأوروبي حفاظا على يعني من وجهة نظرهم كلامك صحيح كلامك صحيح حاليا يوجد معلومات تشير إلى أن إيطاليا أعادت سفيرها إلى دمشق والسفير النمساوي أصلا موجود في دمشق والسفير السوري أيضا موجود في فيينا يعني صراحة النمسا لم تقم بشيء ولكن ولكن هل تستطيع يعني النمسا اليوم تحاول أن تستعرض يعني من خلال علاقات بصراحة مريبة ولا يستطيع أحد أن يفهمها أن تقوم أن تقيم علاقات مع النظام السوري وتقيم بشكل أحادي لا يمكن هذا الشيء لأن النمسا جزء من المفوضية والجسم الأوروبي والأن تقرأت في الخبر ألمانيا امتنعت عن الانتمام إلى هذه التجربة لماذا؟ تحترم نفسها سيد الكريم فرنسا امتنعت أو لمدر لأنها تحترم نفسها بصراحة فبالتالي فبالتالي هذا الاستعراض الذي تقوم به النمسا بصراحة السيد مبدوح هو عرض رخيص وانتهى أمره ولم يؤتي أكله وذهبت كل ما يريد يعني كل ما يبغيه السيد شالنبيرغ وكارنر أدراجة الرياح وأطمئن أن كل سوري أن كل سوري لن يرحل بما فيه المدان حتى المدان ولا عنيف منه شو ما بدك تسميه سميه نحن مختلفون معه ولكن لن يرحل قبل وجود حل سياسي يطيح برأس الإرهاب وبرأس النظام الأسدي الداعشي الإخواني التركي الإيراني الروسي الخليجي شو بدك تسميه سميه كل من اشتركت أيديهم بدماء الشعب السوري لن يتحرك لاجئ من الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا قبل أن يكون هناك تغيير سياسي حقيقي يعني في رأيك أنه مش يكون هناك قرارات أحاق كلام فاضي